أكد الهلال الأحمر المصري استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية إضافة إلى التبرعات المحلية للمنظمة لتوصلها إلى قطاع غزة هذا وأكد الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء رائد عبد الناصر أكد أن هناك تكاتفا كبير لإيصال المساعدات التي تتوافد من الدول العربية والأوروبية وأيضا من داخل مصر وأوضح عبد الناصر أنه تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار لجميع فرق الهلال الأحمر لاستقبال المساعدات هذا وقد عبرت قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر